على طاولة الأمم المتحدة يعود الحديث عن ملف الحديدة وموانئها الملف الأكثر تعقيدا منذ بداية الحرب والأزمة في اليمن تحركات عديدة قام بها المبعوث الأمم مارتين جريفث لوقف إطلاق النار في المحافظة وإعادة نشر القوات من موانئ الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة لكن كل تلك التحركات لم تكلل بالنجاح تسيطر ميليشي الحوث على مدينة الحديدة وموانئها منذ بداية الانقلاب وتسخر كل إمكانات الموانئ لخدمة حربها فيما تحاول قوات الشرعية والتحالف انتزاع السيطرة عليها وهو ما أنتج أزمة إنسانية طاحنة في الحديدة جراء الاشتباكات والقتال المستمر في جديد الأحداث وصل الجنرال الهندي أبها جيد جوها الرئيس الجديد للجنة إعادة الانتشار إلى المحافظة وزار ميناء الحديدة لأول مرة حيث اطلع على الأوضاع في الميناء والتقى قيادات حوثية جوها يعد الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر الماضي وذلك بعد الجنرالين الهولندي باتريك كاميرت والديناماركي مايكل لوليسجارد وفي الوقت الذي لا يزال فيه اتفاق الحديدة متعثرا ومجهول الملامح يحاول جوها عقد لقاءات جديدة للجنة المشتركة لوقف إطلاق النار وهو ما يجده مراقبون تحركات غير مثمرة خاصة مع بقاء ذات الآلية الأممية للحل التي لم تحدد من هو الطرف المعرقل للاتفاقات السابقة إذن عودة أممية جديدة للحديدة ومحاولات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وهي محاولات لم تحقق أي تقدم يذكر باستثناء هدن هشة رافقتها آلاف الخروقات خلال التحركات الأممية السابقة